موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف أحداث ساخنة أحداث ساخنة جدا على مستوى الأوروبي من انتقالات المركاتو السيفي كمان دور الأبطال الأمم الأوروبية ومباراة أكثر من رائعة ويعني خناء على الصفقات ما بين الأندية الكبرى في أوروبا سيكون معنا خاصة هنا في المحترف ملف خاص على المركاتو في أوروبا لكن كمان على المستوى المحلي أحداث ساخنة جدا جدا يعني طبعا في مقدمتها طبعا زي ما حضراتكم عارفين رحيل بيتسو موسماني مدير الفني للنادي الأهلي بعد جلسة كانت مع الكابتن محمود الخطيب واللجنة التخطيط وطبعا كابتن حسام غالي طبعا عدوا مجلس الإدارة وطبعا عدوا في شركة النادي الأهلي أنا عايزة أتكلم في النقطة دية من خلال من خلال تعامل الإدارة مع هذا الملف أولا تعامل أكتر من رائع وحقول لكم ليه أكتر من رائع لكن خلينا نتكلم على نرجع بالذكرة وراء شوية الاختلاف الواضح جدا جدا في شخصية بيتسو موسماني في خلال الفترة اللي فاتت وكيف تعامل معها كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي أنا على المستوى الشخصي كنت أول واحد تقريبا قابلت بيتسو موسماني في مقر النادي الأهلي في أول ما وصل من جنوب أفريقيا وكان اتجاهه على طول للنادي الأهلي وكان ليه حوار طويل جدا جدا معه الاختلاف اللي شفته مختلف تماما عن التصريحات اللي يمكن قدل بيها في الفترة اللي فاتت كمان على مستوى الكلام يعني أول ما جيه كان منبهر وداخل النادي الأهلي بيبص للنادي الأهلي وبيقول كيان كبير جدا جدا على المستوى على مستوى على مستوى الطموحات كان عنده طموحات كبيرة جدا جدا حققها مع النادي الأهلي ما فيش حد يقدر يقول إن فيتسو موسماني لم يحقق ما أراده النادي الأهلي في هذا التوقيت حضراتكم عارفين الإدارة شغالة بمواقف معينة وفي ملفات معينة وجود بيتسو موسماني في النادي الأهلي بعد طبعا حالة كبيرة جدا جدا من علامات الاستفهام إزاي النادي الأهلي يجيب مدرب من جنوب أفريقيا وقد نجح بيتسو موسماني نجاح صاحب بالأرقام وبالبطولات مع النادي الأهلي في أقل من سنتين تقريبا بنتكلم في 635 يوم مع النادي الأهلي 7 يعني 5 بطولات زائد 2 برونزية على مستوى كاس العالم الأندية أرقام بصراحة تدل أنه هو أدى يعني أداء أكتر من رؤية مع التحفز في بعض المباريات على المستوى الأداء الفني على مستوى التغييرات ده كله ممكن نتكلم فيه لكن نجاحه كان نجاح صاحب وكان نجاح على مستوى عالي جدا جدا وكان نجاح لإدارة النادي الأهلي مع لو رجعنا بالزاقرة الموقف الصعب مع رحيل فيلر عندنا بطولة طبعا طبعا دور أبطال أوروبا عندنا 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 وكان الوقت ديق جدا وكابتن الخطيب ومجلس الإدارة استعان ببيت سمو سيماني في ظروف كان الناس كلها عندها نوع من أنواع التعجب ولكن نجحت التجربة بشكل أكتر من رائع على مستوى النتائج وعلى مستوى البطولات طيب على مستوى اللي بنتكلم عليه على مستوى الرحيل كمان نجحت الإدارة بشكل أكتر من رائع في التعامل مع هذه القضية إزاي التصرحات الكتيرة اللي طلع بها المسلماني في الفترة الأخيرة وكلنا عارفينها والكلام عن الضغوط وعلى 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 كل دوت كان ليه طبعا وقفة مع أكيد مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط وقعدوا مع مصر المسلماني وقالوا له إحنا عمرنا ما تكلمنا معاك في نواحي فنية لكن على المستوى النادي الأهلي النادي الأهلي لازم الناس تاني تعرف إن النادي الأهلي والكلام اللي بقوله ده مربوط باللي جاي النادي الأهلي ليه طبع خاص النادي الأهلي بيتعامل باحترافية شديدة وباحترام شديد في كل المواقص يعني عمر النادي الأهلي ما جاء لمدير فني قاله بتلعب مين وما تلعبش مين لكن ممكن جدا يقوله اللاعب ده يمشي ولا ده يقعد لأن ده أسد ده ملك للنادي وليس ملك للمدير الفني وحرجع سريعا أربطها بتصريحات يورجون كلوب بالنسبة لحمد صلاح هو قالك أنا أتمنى وجود محمد صلاح في النادي ولكن القرار يرجع للإدارة يعني المدير الفني من حقه كل الأمور الفنية ولكن مش من حقه أنه يقولك ده يمشي وده يقعد ده يمشي وده يقعد ده أسد للنادي وبالتالي كان الحوار مع مستر بيتس الموتسماني من خلال الكابتن محمود الخطيب والمجموعة اللي معاه احنا بنتكلمش معاك فنيا ولكن النادي الأهلي ليه خطوط عريضة خطوط عريضة دي عمرنا ما شفنا تصريحات زيادة عن اللزوم ده مش النادي الأهلي عمرنا ما شفنا أن فيه مثلا مدير فني يقولك الضغوط كبير علي أكيد الضغوط كبير عليك لأنك بتدرب أفضل نادي في أفريقيا على مستوى أفريقيا وبالتالي طبيعي جدا أن الضغوط تكون عليك وفي نهاية الحوار ده انتهى اللقاء أن طبعا إحنا موجودين معاك وفي ظهرك ولكن ولكن بالشروط وبالخطوط العريضة اللي ماشي النادي الأهلي عليها من سنوات طويلة جدا جدا الإدارة كانت متمسكة بشكل كبير بوجوده وده اللي حصل من خلال الجلسة إحنا يعني أعلن النادي الأهلي أعلن أن إحنا متمسكين ببيتسي ومتسماني ولكن طبعا مش هقول بقى شروط كمان لأنه هو هو ده دور الإدارة زي ما بقول لحضراتكم هو عنده كل المجال في النواحي الفنية لكن مجال الإدارة بالذات لما المدير الفني وأي شخص بيخرج عن نطاق حدود والخطوط العريضة اللي رسمها النادي الأهلي منذ سنوات طويلة بيكون طبعا لازم يكون فيه وقفة طبعا زي ما حضراتكم شايفين احترام كامل جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي حتى لقرار بيتسي ومتسماني أنه يرحل طبعا كان الكل يعني أجمع على استمراره في الفترة اللي جاية وعملية الاستقرار مهمة جدا جدا ولكن في الآخر بيتسي ومتسماني قرر الرحيل عن النادي الأهلي وده قراره والنادي الأهلي دايما بيحترم القرارات ديت يعني إحنا بنعرض عليك بنقولك أنت متواجد الفترة اللي جاية مش بشروط ولكن بخطوط عريضة لازم تكون عارف أنك مدير فني في النادي الأهلي وبالتالي يعني بيتسي ومتسماني قال أنا بشكركم وبشكر الجماهير والنادي الأهلي احترم رغبة طبعا بيتسي ومتسماني بشكل كبير وكمان طلع له وقال لك تانكيو بيتسو يعني كمان صفحة النادي الأهلي الرسمية بتشكر بيتسي ومتسماني على المرحلة وده زي ما بقول لحضراتكم دايما بيكون مرحلة ده طبعا الشكر أو اللي طلع من صفحة النادي الأهلي تانكيو متسماني يعني كانت رحلة طبعا عظيمة معاك وإحنا بنتمنى لك كل التوفيق هيا دي سمة النادي الأهلي هيا دي سمة النادي الأهلي إن التعاقد باحترام شديد جدا وكمان الانفصال بيكون باحترام شديد جدا وهو ده سمة النادي الأهلي ودайما مجلس الأدارة دايما حاطت قدام عينيه خطوط عريضة ماشي عليها النادي الأهلي بقول لحضراتكم من عشرات السنين وأي حد داخل منظومة النادي الأهلي ممكن يخرج عن هذا الإطار بيكون فيه قعدة للتصحيح يعني القعدة كانت للتصحيح خلي بالك إحنا بنصق فيك بنيديك كل الدعم الفني بنيديك كل الدعم كمجلس إدارة ولكن خلي بالك من واحد اتنين ثلاثة وكان طبعا رد بيتس موسماني كمان احترامه الشديد جدا جدا للنادي الأهلي وأنه بيشكر مجلس إدارته وبيشكر جماهيره على الفترة اللي قضاها وزي ما بقول لحضراتكم مرحلة وعدت ومرحلة كانت رائعة مفيش شتك مع بيتس موسماني رغم بعض الانتقادات كل المدير فني بيمر بأزين مرحلة ولكن على مستوى النتائج على مستوى الأرقام كانت رحلة يعني 635 يوم من النجاح والبطولات لبيتس موسماني اللي كمان النادي الأهلي عمل اسم كبير جدا لموسماني مفيش شك النادي الأهلي عمل اسم كبير جدا لهذا المدرب ودايما النادي الأهلي هو اللي بيصنع النجوم وهو اللي بيصنع المدربين وليس العكس الفترة اللي جاية هكون فيها ايه؟ كل الدعم طبعا لأزين